الدهون الملتصقة في الشرين من المشاكل الصحية التي تسبب عديد من المضاعفات تنعكس لأذاء وصحة القلب وتحدث بسبب ضغوط الحياة والتوتر واتباع بعض العادات الغير الصحية وإضاء الإهمال المستمر في تنظيف الشرين وإذا لم تعالج في الوقت المناسب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حدود نوبة قلبية أو جلطة دماغية تهدد حياة المريض وتدخله في مدهات لا منتهية لذلك ينصح الأطباء بعلاجها والتخلص منها بعدة طرق وبسرعة كما توجد بعض الوصفات والأغذية الطبيعية التي يمكن للشخص إذا استخدمها أن يتخلص من هذه الدهون المتصقة بالشرين بطريقة سهلة وبسيطة وبطبيعة الحال مع تغيير نمط الحياة الغير الصحي المتمثل في التدخين والقلق المستمر والسمنة وقلة الحركة هناك وصفة قوية يمكن استخدامها في تنظيف الشرين من الدهون والمواد الطرعة ومكونات هذه الوصفة هي التوم والزنجبيل والليمون إضافة إلى الماء هذا الخليط قوي ومفيد للغاية في حالة انسداد الشرين وأيضا يساعد الكبد في أذاء وظيفته في تنقية الجسم من السموم كما يقلل دهون الدم ويزيل حالة الإرهاق والخمول من الجسم ويمكن عمل هذا الخليط باستخدام لترواح من المياه وجدر من الزنجبيل حوالي 3 سنتيمترات وليمونتان ورأسان من التوم وتريقة التحضير تكون من خلال تقشير التوم وتقطيع الزنجبيل والليمون وتوضع هذه المكونات في خلاطة بعدما يتم تحن هذه المكونات يوضع هذا الخليط في إناء ويضاف إليه لتر واحد من المياه الساخنة ثم يوضع على النار وتحرك المكونات جيدا حتى تصل درجة الغليان بعدها نترك هذا الخليط حتى يبرد والاحتفاظ به في درجة حرارة معتدلة في التلاجة ويتم تناولك واحد منه يوميا على مع ذخوية قبل الأكل بساعة على الأقل كما يلعب نظام الغذاء الصحي والمتوزن دورا مهما في إلاج انسداد الشرعين والحفاظ على صحة القلب حيث قد تساعد بعض الأطعمة في تنظيف العوية الدموية والشرعين وفيما يلي أهم الأطعمة المفيدة في تنظيف الشرعين رشل قليل من القرفة على فنجان القهوة صباحا له فوائد ربما تغيب عن الكثيرين لأن القرفة تساعد للحد من تركم الدهون في الدم وتقلل من الكوليسيرول المضر بالنسبة تصل إلى 25% وتعزز عملة الاستقلاب في الجسم يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك الغير المشبع الأحاذي وهو حمض دهن أساسي يخفل الكوليسيرول الضارة ويزيد نسبة الكوليسيرول الجيدة كما أن زيت الزيتون غني بالمواد المضادة للأكساذة وهو واحد من أفضل الزيوت المستخدم في الطهية ولذلك ينصح باستخدامه بدلا من أنواع الزيوت الأخرى ولتحقيق أقصى السفادة يمكن أيضا تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق يوميا أتبتت دراسات أن وضو الكتال لها تأثير كبير وإيجابي على البروتينات المنخفضة الكثافة والبروتينات الدونية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض تصلب الشريين كما أنها تعد مفيدة جدا في خفض ضغط الدم والالتهابات لاحتوائها على حمض الليلولينك وهذا بدوره يساعد لإبقاء الشريين الخالية من العوائق ويحسن صحة القلب بشكل عام لذلك من المهم إضافة ملعقة منه إلى طعامك فوائد الفلفل الحار لا تقل أهم عن بقية المواد بل هو من أهمها إذ يحتوي على مادة الكابسيسين التي تملع الكل السيروليسية أو الضارة وبالتالي تقليل مستوياته العالية في الدم التي تؤدي عادة إلى انسداد الشريين وبشكل عام يفيد الفلفل الحار صحة القلب ويقلل من آتار ضغط الدم ومخاطره لذلك ننصحك بإضافته إلى طعامك الهليون واحد من أفضل الأطعمة لتطهير الشريين حيث أنه غني بالألياف والمعاذن وبالتالي يساعد الخفض ضغط الدم ومنع جلطات الدم حيث يعمل نبات الهليون داخل الأورذ والشرين لتخفيف التهاب الذي قد يترك مع مرور الوقت كما أن نبات الهليون يعزز إنتاج الجسم للغلوتاتيون وهو أحد مضادات الأكساد التي تحارب الالتهابات وتمنع الأكساد الضارة التي تسبب انسداد الشريين أيضا يحتوي نبات الهليون على حنف فينوليك الذي يمنع تصلب الشريين إن المكون الأساسي للكركم هو الكركمين وهو مضاد قاوي للتهابات التي تسبب تصلب الشريين كذلك يساعد الكركم على تقليل الأضرار التي لحقت بجدران الشريين والتي يمكن أن تسبب تجلط الدم والبلاك ويحتوي الكركم على فيتامين بي 6 مما يضمن الحفاظ على مستويات جيدة من الهوموسيسين والتي يمكن أن تسبب تركم البلاك وتلف الأوية الدموية يستخدم كثير من الناس بطول الحلبة لعلاج انسداد الشريين لاحتوائها على مادة سابونين التي تسهم في تخفيض مستويات الكولسيرول في الدم ومحاربة الدار منها كما تحتوي الحلبة على مادة اللوسين التي تدعم مستويات الكولسيرول النافع في الدم ومن شأن الألياف التي تحتوي عليها هذه الحبة العظيمة الوقاية من تصلب الشريين وانسداد الأوية الدموية وحدود الجلطات والسكتات القلبية والدماغية يعد تناول الشيء الأخضر من المشروبات المفيدة للغاية بالنسبة لتنظيف الأوية الدموية والشرائين ووقايتها من الأمراض بشكل فعل وتكرت عدد من الدراسات التي بحثت في العلاقة المحتملة بين الشاي الأخضر وأمراض القلب والأوية الدموية وانتهت إلى وجود فوائد وعلاقة وطيذة بين تناول الشاي الأخضر وتحسين صحة القلب والأوية الدموية أشارت الاختبارات التي قامت بها جامعة كونيك تيكات إلا أن تناول بروكلي يحسن قدرة القلب على ذخ الدم ويقلل من الأضرار التي يسبب النقص في الأكسجين على القلب ومن المعروف تقليديا أيضا أن البروكلي يمنع انسداد الشريين لأنه غاني بفيتامين كي الذي يمنع الكالسيوم من إطلاف الشريين كما يمنع البروكلي أكسداد الكوليسيرول وهو مليئ بالألياف مما يقلل من ضغط الدم ويقلل من الإجهاد يحتوي الشفان على ألياف غذائية قابلة للدوبان والتي تبوتت فاعليتها في خفض مستوى الكوليسيرول للطار مما يجعل الشفان خيارا جيدا لمن يعانون من سدة الشريين أو من أجل تنظيف الشريين والأوية الدموية وتوصلت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تناولوا أنظمة غذائية تحتوي على الشفان بشكل منتظم كانت لديهم السوية أقل من التهابات وأيضا من معدلة الكوليسيرول للطار مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الشفان من أبرز النصائح التي تفيد في تنظيف الشريين من الدهون من أهمها الرياضة لأن ممارساتها ولو نصف ساعة يوميا وبشكل خفيف سيساهم في تفتيح الشريين وتخلصها من تراكم الدهون كما أن الامتناع عن التدخين لا يقل أهمية في هذا الخصوص حيث أكدت دراسات علمية أهمية الامتناع عن التدخين لحماية صحة الشريين ثم إنقاص الوزن الزائد والحفاظ على الوزن الصحي ترجمة نانسي قنقر